اشتركوا في القناة من وقف مع الحق فإن الشمس في خدمته والقمر في خدمته والأرض والجبال وأعظم من كل ذلك فإن الله أيضا يدافع عنه أنت حينما تقف مع الحق فاعرف مهما كنت ضعيفا فأنت قوي لأن القوة للحق ذاتية الحق لا يحتاج إلى السيف أحيانا دماء شهداء كربلاء قضت على سيوف بني أمية وأسقطت إمبراطوريتهم لأن الحق كان معهم والباطل كان مع عدوهم عبدالله رضيه طفل صغير ودمه قليل لكن هذا الدم قضى على إمبراطورية بأكملها هذه هي العبرة التي لا بد أن أخذها من مقتل عبدالله رضيه الحسين هل هو مجرد عبرة أو عبرة فقط أو أكثر من ذلك الحسين عبرة وعبرة واعتبار يقول بعضهم الحسين ليس للبكاء نعم الحسين للبكاء الحسين سلام الله عليه هو شهيد المصيبة الراتبة شهيد الدمعة الساكبة دموع أولياء الأئمة السلام الله عليهم هي التي حافظت على نهضة الإمام الحسين هي مثل الجدار الذي يحافظ على الأشجار مصيبة الإمام الحسين عظيمة السماوات بكت عليه الأراضون بكت عليه الحيتان بكت عليه أهل الجنة وأهل النار بكوا على الإمام الحسين مصيبته كبيرة وأكبر مصائبه مصيبة عبد الله الرضيع فلابد أن نهتم بالمصيبة والبكاء فكل قطرة دمعة من العين في مصيبة أبي عبد الله الحسين أو من خوف الله تطفع نيران جهنم لكن لا نكتفي بالعبرة الحسين أيضا عبرة ولابد أن نتعلم منه الدين والحفاظ على شريعة سيد المرسلين وأيضا هو اعتبار حقيقة أننا نفتخر أننا ننتمي إلى الإمام الحسين سلام الله عليه أن إمامنا هذا الرجل العظيم الرباني الذي طحى بكل شيء في سبيل دين الله عز وجل نفتخر به فهو اعتبار ونبكي عليه لأنه عبر ونتعلم منه لأنه عبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر